اشتركوا في القناة في ودية اليوم بهدفين لهدف احرزهما بالترتيب اسامة فيصل وسيف فاروق جعفر تشكيلة الزمالك في ودية المجد السكندري احمد نادر في حراسة المرمى خط الدفاح اسام عبد المجيد محمد حمدي احمد زاكي احمد عيد في خط الوسط بيسو وحمدي علاء ويوسف اسامة وسيد نمار وفي الهجوم سيف فاروق جعفر واسامة فيصل حالة من الغضب تسيطر على عشاق نادي الزمالك وحالة الغضب هذه جاءت بسبب تهنئة بعض لاعب الفريق لفرجان ساسي لاعب الفريق السابق والمنطق المؤخرا الى نادي الدحيل القطري اجرى كارتيرون والجهاز المعاون المكون من اسامة نبيها المدرب العام واحمد عبد المقصود المدرب المساعد اتصالا لمؤازرة اللاعبين عاقب خسارة المنتخب وخروجه امام البرازيل بهدف دون رد وطلب كارتيرون من رباع الفريق عدم الحزن والتركيز فيما هو قادم حيث ان خسارة اليوم امام البرازيل ليس نهاية البطولات واكد كارتيرون للوينش وعشور وعبد السلام انه ينتظرهم بالقاهرة وانضمامهم لمعسكر الفريق بالاسكندرية استعدادا لمباريات بطولة الدور العام استقر كارتيرون على استمرار معسكر الفريق بالاسكندرية حتى يوم العاشر من شهر اغسطس الجاري اعلنت لجنة المصابقات باتحاد الكرة المصري استئناف بطولة الدور العام يوم اربعة من شهر اغسطس الجاري بشكل طبيعي وجاءت مباريات نادي الزمالك كالتالي الزمالك وغزل المحلة يوم السبعة تمانية في تمام الساعة السابعة مساء على استاد الاسكندرية الزمالك والاتحاد السكندري يوم عشر تمانية في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد الاسكندرية الزمالك والاسماعيل يوم أربعة تشر تمانية في تمام الساعة السابعة مساء على استاد الاسماعيلية الزمالك ووادي ديجلا يوم سبعة تشر تمانية في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الزمالك وسيراميكا كريو باترا يوم عشرين تمانية في تمام الساعة التاسعة بستاد السويس الزمالك والإنتاج الحربي يوم 23 أو 24 ثمانية باستاذ القاهرة الزمالك والبنك الأهلي يوم 26 أو 27 باستاذ بيتروس بورت بختام الدوري قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرية تأجيل مباراة الزمالك وأسوان في اللقاء التي كان مقرر له يوم التاسع من شهر أغسطس الجاري ضمن منافسات دوري قبل النهائي ببطولة كأس مصر خالد الغندول معلقا على صورة فرجاني ساسي بيتشيرت الدحيل القطري هكذا هي حياة المحترف والرياضي أمس يحب شعار وغدا يحب شعارا أخر وكل الشعارات في القلب ميدو على تويتر الكرة اللي بنلعبها دي انتهت من العالم كله والنبي يا جماعة محدش يقول برافو أداء مشرف واتغلبنا من البرازيل واحد بس احنا ملعبناش كرة لها علاقة بالكرة اللي بنشوفها في كل حتة هيثم فاروق هذه هي كرة القدم المنتخب البرازيلي كان أفضل بكثير من المنتخب المصري وحارس مرمى البرازيل لم يتم اختباره طوال المباراة وأضاف بناشر المسؤولين بمصر بفتح باب الاحتراف لأن إمكانيات اللاعبين الدولية ضعيفة عايزين نشوف تلاتة محمد صلاح مثلا أحمد عيد عبد الملك ممكن نخسر والناس تسقف لنا وممكن نخسر ويتقطع فينا زي دلوقتي كده وأضاف هو الموضوع من الأول إنك رايح وعاوز تدافع بس ما بتفكرش في كل السيناريوهات ولو جه فيه جول المطش انتهى خلاص وقتا ما عيد عبد الملك حديثه الحلول الهجومية عندنا ما تجيبش 10% أصلا علشان ما فيش شغل شغلة عليها يلا عمرنا ما هلتقدم بفكرنا القديم ده إبراهيم سعيد على تويتر الشناوي هو الأفضل ويستحق التقدير من الجميع وكابتن شوئ غريب تعامل مع المباراة بأنها مجرد رخلة سياحية إلى توكيو أعلن النادي الأهلي منذ قليل عن تقديم شكوى ضد برنامج زمال كاو الذي يقدمه الثناء خالد الغندور ومحمد أبو العلا كما أعلن عن تقديمه لشكوى أخرى ضد برنامج في الجول الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال على قناة الحدث اليوم كما تم تقديم شكوى ضد برنامج البريم المزاع على قناة تن والذي يقدمه الثناء إسلام صادق ومحمد فاروق وأيضا تقديم شكوى ضد ضيف البرنامج الدائم الكابتن رضا عبد العال هذه الشكوى قدمت للمجلس الأعلى للإعلام بداعي الإساءة للنادي الأهلي وقيادات النادي الأهلي مصدر بالأهلي عن أقوير رحيل رمضان صبحي عن برامجز ولاعبه للزمالك قال مع احترامنا لللاعب فهو الآن لاعب لا يخصنا ولا نهتم بوجهته القادمة وتابعه هو لاعب في نادي منافس ولا يهمنا أين سيذهب وكل واحد حر وإحنا ملناش علاقة بالموضوع شوبير عبدالله جمعة سيرحل في المركات الصيفية عن القلعة البيضاء عقب أزمته مع كارتيرون وأشار لأن محمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار للاتحاد السكندري سيعود في حالة رحيل أحد من ثلاثي الحراس كتب شوبير عبر تويتر قائلا محمود حمدي الوحشة الشهيد بالوينش ألف شكر شوئي غريب مش هتكلم وأقول أعذار بعد الخروج بس يكفي أني أقول أن لاعب الأهلي وصلوا متأخرين والتحقوا متأخرا بصفوف المنتخب وتابعه خرجنا بشكل مشرف ووجهنا فرقا صعبة زي الأرجنتين وأسبانيا واستراليا ولعبنا أربع مباريات في تسع أيام أحمد حجازي للاعب المنتخب أتمنى ما حدش يكون زعلان مني لو كنت متدايق أو بتكلم بشدة أنا آسف وبعتزل الجميع ما كنتش أقصد أزعل أي لعب وأضافة نحافظ على بعض وننسى أي مشكلة إحنا اللي هنفضل لبعض وهنتقابل تاني وأنا فخور أني اشتركت معاكم في بطولة كبيرة وأنا وعدت رمضان صبحي أنه هيكون كابتن الفريق في حالة الصعود من دور المجموعات وبالفعل نفث كلامي أكد أحمد حجازي في تصريحاته على عدم رضى اللاعبين على المستوى العام اليوم للفريق مؤكدا في الوقت ذاته أن الجميع بذل قصارى جهدهم لإسعاد المصريين وشدد حجازي على أن الفترة القادمة ستشهد تركيز من الجميع مع المنتخب الأول والذي لديه تحديات كبيرة وفي نفس السياق علق رمضان صبحي لعب المنتخب قائلا حازين جدا على الخروج اليوم وكان نفسنا نعمل حاجة ونسعد المصريين ووصل محدش أثر في المنتخب ورغم الصعوبات اللي واجهتنا لأننا صعدنا من مجموعة صعبة وأتم أشكر الجميع على ما تم تقديمه ونعتزل للجماهير على الخروج رمضان صبحي أوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين ومحدش أثر خلال مشوار المنتخب الأوليمبي ببطول التوكيو وأضاف سوف أعمل باجتهاد المرحلة المقبلة للدخول على مهمة جديدة ولازم أركز وأستعد بقوة للانضمام إلى المنتخب الأول للمشاركة في كأس العالم مرة أخرى عشرين اثنين وعشرين محمد أبو العلم وهاجم ساسي التونسي رفض استكمال الموسم مع الزمالك وحتى الآن لا نعرف متى سينتهي هذا الموسم وشدد على تمسك القلعة البيضاء في حقوقها الكاملة في اللاعب التونسي لعدم استكماله الموسم مع الفريق فاروق جعفر أكد خلال تصريحاته على عدم الاتفاق مع أي لاعب أو نادي خلال الفترة الأخيرة مثلما تردد في وسائل الإعلام وأضاف الجميع الآن مشغول في المباريات والاستعدادات والفترة الجارية لا يمكن قيد لاعبين وأشار إلى أنه يوميا يوجد أقاويل على شراء لاعبين لكن لا يوجد صحة لهذه الأحاديث ترجمة نانسي قنقر